المعارض الجواهر العربية في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقه عام 1992 نمى معرض الجواهر العربية على أساس سنوي ليصبح واحدا من أكثر أسواق المجوهرات نفوذا في الشرق الأوسط حيث يجمع بين أكثر من 650 علامة تجارية رائدة في صناعة وتصميم المجوهرات الفاخرة تنتمي لأكثر من 30 دولة من بينها أكثر من 40 علامة تجارية جديدة في عالم المجوهرات سجل حافل من النجاح لمدة 30 عاما سطره معرض الجواهر العربية على أرض مملكة البحرين تلك الأرض الخصبة لاحتضان مختلف المعارض وكبرى الفعاليات بمختلف أنواعها دعم لا محدود حضي به المعرض على مدار نسخه الثلاثين حتى رسخ مكانة مملكة البحرين عالميا في مجال صناعة الذهب والمجوهرات والتي تشكل أحد الأدوات الاستثمارية المهمة لتنمية القطاع الاقتصادي وعنصرا مكملا للعناصر الاقتصادية الأخرى ويعكس معرض الجواهر العربية الدور الرائدة للمملكة في الساحة الاقتصادية الإقليمية وتفاعلها مع التطورات الاقتصادية دوليا لا سيما مع النمو المضطرد الذي يشهده الطلب على المشغولات الذهبية في العالم ولطالما أولت مملكة البحرين صناعة الذهب والجواهر اهتماما خاصا باعتبار تلك الصناعة ركيزة مهمة من ركائز القطاعات الاقتصادية الداعمة لتنمية الاقتصاد الوطني ومرآة حقيقية تعكس ازدهار المملكة في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر